أيام عصام تسير في اتجاه معاكس سنة واحدة كانت كفيلة بمحو الثلاثة وعشرين سنة ما زرعه في بيروت لم يتم حصاده على خير هو اضطر إلى ترك العاصمة والنزوح إلى قرية حبوش جنوب البلاد بعد أغلاق الشركة التي كان يعمل بها وذلك بحثا عن حياة أقل تكلفة أنا استأجرت بيت بزق البلات عدت فيه 23 سنة كان أجار بيتي 200 دولار يعني كانوا 200 دولار هني كناية عن 300 ألف هلأ وصلنا لمحال أنه صار أجار البيت بال650 دولار دلنا نقول ماشي الحال بس لما صار الدولار بده يطلع من فول 1500 ما بقدرتنا نستأجره سيئبت أنه كانت ظروف البلد عم تتعركس والأشغال عم توقف الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعصف باللبنانيين بدأت تنبت على جانبيها ظواهر جديدة موجات النزوح العكسي من المدن إلى القرى واحدة منها فهنا لا تزال أسعار الإجارات والعقارات أرخص من مثلاتها في المدن وخاصة في العاصمة طبعا هي بلشت هلأ احتمال زيادتها أمر مرتبط بمدى توفر فرص عمل بالمستقبل القريب فإذا استمر تراجع فرص العمل وأغلاق المؤسسات في بيروت والمدن الكبرى حكما هذه رح تصير زاهرة كبيرة مثل ما شفنا بالماضي زاهرة نزوح كبيرة من القرى والأريفنة والمدن رح نشهد نفس الشيء هلأ بطريقة عكسية فمنحنا هلأ بلشنا بالبداية حجم الزاهرة بتكون كبير أو أكبر كتير هذا بيتحدد بالأشهر القادمة في تطور الأوضاع الاقتصادية كثيرون فقدوا مبرر وجودهم في بيروت فرص العمل تتلاشى ثمانون ألفا هو الرقم التقريبي لمن فقدوا أعمالهم خلال أشهر معدودات لكن النزوح العكسي قد لا يكون الحل الأنجع اجتماعيا وفق خبراء فمرافق المدن التي استوعبت نزوح أهالي القرى سيفتقدها هؤلاء حين العودة ما ينظر بتفاقم أزمات المعيشة اللبنانيون بدأوا يشترحون حلولا فردية تخفف ما أمكن من ثقل الأزمة الاقتصادية هي تغييرات متسارعة في نمط حياتهم التي باتت مجهولة الأفق ليال خروب اليوم بيروت